السلام عليكم ورحمة الله نحن في الفيديو الثاني طبعا في الفيديو هات بدي اشرح طريقة تصميم اعلان مش اعلان ما بدي ابدأ في الاعلان المرة هاي المرة هاي اني بدي اصنن صورة تجذب العالة تجذب الناس انها تضغط وتشتري عن طريقه اول خطوة بنذهب الى موقع اسمه الموقع حد خاص بموقع سبرينج نفسه يعني هو لموقع سبرينج معاملها حتى ان الناس تصمم الاعلانات تسهيل يعني للاعضاء المشتركين في الموقع انهم يستطيعوا انهم يصمموا اعلان اه حلو طبعا اول الخطوة بنسجل في الموقع طبعا انا راح ادخل على طول لانه انا مسجلة دخول في الموقع لكن انت راح تدخل طبعا بنفس الاميل ونفس الباسورد الخاص بموقع سبرينج نفسه يعني لانه زي ما حكيت انا انه الموقع حد اه تابع لموقع سبرينج اه طبعا اه هلأ بدي ادخل على كامبينج لود حتى انه اعرض لي التشيرتات اللي موجودة في الموقع طبعا انا التشيرتات اللي انا انا بدي اول وحدة اللي هو انا صممتها اخر اخر شيء اه بيعطيني الشكل اللي انا بدي اعرض فيه الاعلان اختار الشكل اللي بناسبني اللي انا شايفته حلو يعني خلني اختار هاي او بستطيع اختار هاي برضو مش عارف انا بصراحة خليني اختار هاي اوكي الان بعد ما اخترت الليوت اه بختار الشيرت هاي تشيرتات اللي انا صممتها اه خليني اختار اول شيء يعني فقط معاي انا ثلاث لانه اخترت بس اه فقط يعني ثلاث تشيرتات ظهر عندي بالصورة الطبع الاسود دائما اله الاولوية لانه اكتر لون محبب عندي الاجانب وعندي الناس بشكل عام يعني مش شرط بس الاجانب وخليني اختار والالوان جميع حلون لكن اختار الاحمر اللون ازهر اه محبب للنساء جدا لكن انا ما اختارته اختار هاي شوية حتى يظهر وهاي نخدمي شوية انا اختار برضو هاي تستطع برضو انك تعمل تصميم يدوي على الفوتوشوب برضو ما فيش اي مشكلة يعني خلنا نزغل السورة شو حتى انها تظهر بشكل كامل ايني انظهر احمر اكبر شوية اسود يعني بتعدل زي ما بدك يعني ما فيش اي مشكلة يعني المهم انو الكلام يكون واضح حتى اللي بيقرأ يفهم ما شو المكتوب اذا بتشوف ان الصور اا بيخفي الكلام او ما بيظهر الكلام واضح بيكفي سورة واحدة لكن اذا انت شايف ان الصور كلها بتظهر وبي لو الخط وواضح ما فيه اي مشكلة في امكانك تعدد عادش اي مشكلة طيب هلا شوفوا كيف في هون بورد احمر تستطع انك تخليه زيله او تغيره اللي بي ناسبك البوردر من هون تختار من هون اي اللي بدك اياه او بتشيل البوردك بتخليه نن او بتخليه زي ماهو خليه زي ماهو احسن برضو او انك تختار متل ما بدك انت يعني تختار بورد يعني تسحبه من الكمبيوتر ما بلزم الكلر تختار اللون يعني اذا بدك تغير اللون ها اللي حوالين استطع تغيره لزهر بدك اياه يعني ما في اي مشكلة اميج او نون خلينا على انا شلت اللون خلينا هيك احلى انا بالنسبالي شايفو احلى انت اوه 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 تكتب تكتب عليها البدكية انا اما مبستخدمه من الشطورة تاك نهائيا ايه مبدل تباك تضيف كلمة مثلا limit ديتشان مش قوية في قراءة الانديزي يعني في خيارات يعني اللي بتحب تضيف اي شيء من الموجود هيك button اختار شيء click to buy now buy now ايه هو كل يعني الامور هاي مش ضررية يعني فينها ضيفها ايه ايه هون buy now احنا النساء دائما منحب اللون الزهر دائما بختار الالوان بختار الالوان بنفس دي لكن مش شرط اني انا كما اختار انك تختار click buy ايه حالا ما مش عجبيتني ما بدي شيء ايها بالمرة ما بدي ايها تكست ايه فينها تكست هون تضيف البدكية تكتب البدكية تغيره من هون اي ايش بدكية ما بشي له لزوم اذا حاب تكتب كلمة order او تكتب اي شيء مش مشكلة اه فيه هون تستطيع انك تختار البدكية من هون البدكية بيظهر ايش حلو بتشوف يعني موقع رائع يعني انا مش دائما بستخدمه لكن حلو للي بمستعجل يعني حاب انه يعمل تصميم سريع او انك تختار انت صورة صورة يعني مثلا طولها عن الانترنت بتشوفها مناسبة فيها نيرس او فيها نيرسات او شيء هيك مميز حلو مثلا او التخصص اللي انت اخترت كما بدي اخترت صار ملابس فارت بقاني بغطت على كلمة upload وبسحب بضغط هنا يعني caught tell me اصغر الشاشة وبسحب الصورة وبضفها هنا فبتظهر الخلفية وراء التي شيرت لكن انا مش مشكله يعني هاي المور يعني احيان YEAH السادة السادة الاعلي بكون احلى بس برضو يعني اذا ضفت شيء معبر يعني انا مرة شفت تي شيرت انباع 3000 مرة وصار اكتر كمان من هي كان الصورة بتعبر عن نوع من انواع الكلاب هيك الضخم وشكله مثل الذئب يعني فصاحبي الصورة حط التي شيرت وحط جنبها صورة لشكل الذئب شكل الكلاب طبعا كانت الصور هيك رائع يعني معبر يعني بجدا فاستطيع انك تضيف صورة معبرة جنب التي شيرت حتى انه كيفيا كأنك بتتمسك عواطف عواطف الشخص المشتري تشجعوا انه يشتري يعني انك بتلمس مشاعره يعني طيب تمام هلا احنا الصورة جاهزة هاي انا ما بديها بس انا حبت اضيفها حتى اوريك انه اذا حابت تضيف شيء اوكي اوكي الصورة الان انا بالنسبة الي جاهزة بدك تضيف شيء انت يعني هذا شيء بخصك تضغط على كلمة تنزل الصورة الصورة هاي بتطولها بتضيفها على على الفيسبوك لحظة شوي انه يمسكي انه يمسكي انه يمسكي تضيفها اوكي انت اشتركوا في القناة